أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في فكرة مهمة جداً هنتكلم مع صرح عظيم جيت إليفيتور في مجال تصميم وتركيب المصاعد بنتكلم عن خبرة أكتر من 22 سنة هيكون ديفي الكريم النهاردة المهندس أشرف مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة جيت إليفيتور مساء الخير يا شفانس أشرف مساء الخير يا مسترعة شفانس أشرف أنا لما جيت أبص على جيت إليفيتور لقيت أن الموضوع عندك هو عبارة عن بيزنس بقاله سنين وتاريخ كبير جداً الحمد لله إذا أعرف من حضرتك بداية الصرح ده كانت إزاي بص حضرتك أنا الحمد لله أولاً أنا خريج هندسة هنشامس تمام قسم الكهرباء باور سنة 87 تمام لما أقول لحضرتك هندسة هنشامس ده يتفرق كتير يعني أنا مزاي الناس الصناعية كتير اللي موجودة في السوق ولا أنا ما عنديش خبرات أنا مهندس ومهندس كهرباء فبالتاني أنا متخصص جداً في المجال أضف إلى ذلك حضرتك أن أنا أول ما اشتغلت اشتغل طبعاً في شركات متعددة إلى أن استقرد في مجال المصاعد سنة 89 تمام من 89 إلى 99 كنت مدير تنفيذي لأحدى أهم شركات في مصر 99 أسست شركة كتير الحمد لله كان معايا في من 99 ل2001 شركة دي جيت إليفيتور جيت إليفيتور لكن في سنة 2001 هما ما كانش عندهم الجرأة الكافية فبالتالي أنا أحب أن أنا أتوسع وأنا عندي نوهاو كويس الحمد لله عندي خبرات وعندي علاقات فأتوسعت الحمد لله وهم خرجوا استقلت بشركتي سنة 2001 دي كانت البدايات ابتدينا مع شركات عملاقة في السوق ونتيجة أنهم معرفتي السابقة بيهم وعلاقاتي الإنسانية معاهم وثقتهم فيي والحمد لله قدرت أن أنا أكون شركة جيت إليفيتور طب خليني برضو أعرف منك حاجة مجال المصاعد بشكل كبير بيبقى مجال معقد لأن إحنا بنتكلم عن حياة إنسان إزاي بتقدر توفر وسائل الأمان وفي نفس الوقت البروزيس اللي تمشي مع حضرتك لغاية تسليم المصعد بيكون شغال بخدمة وكفاءة بنسبة 100% موضوع دا بيكون صعب جدا عايز أعرف إزاي بتتعاملك مع جيت إليفيتورز مع كل واحد كعميل في الخطوات هاي دا سؤال في مجاله وفي محله تماماً أحييك عليه شوف حضرتك روح الإنسان دي عندي أهم من أي حاجة بالتالي إحنا بنحط وسائل الأمان متدرجة يعني إيه متدرجة يعني لو حضرتك أنا بحط وسيلة أمان واحدة وراء الثانية تلو الأخرى وهكذا دي ما اشتغلتش دي تشتغل دي تشتغل دي تشتغل أحاقط بالتالي في النهاية الأمان التام للمستخدم هذه هي غايتنا يعني أفهم منك أن فيه كذا نظام أمان بيكون موجود طبعاً زي إيه طيب اشرح لي يعني حضرتك مثلاً أنا هقولك على سر من أسرار المهنة 90% من مشاكل أي أسنسير في الدنيا بتكون في الأبوال تمام أضف إلى ذلك أن برضو 99% من حوادث المصاعد بتكون من خلال الأبوال أهم حاجة أن أنت تأمن الباب ده تأمين كامل تأمنه إزاي بتحط وسائل أمان ميكانيكية وكهربية واحدة وراء الثانية يعني دي ما اشتغلتش دي تشتغل دي ما اشتغلتش دي تشتغل وهكذا وخبار حضرتك أضف إلى كل ذلك فيه كنترول بانيل من فوق بيتحقل في المنظومة كلها إذن استطعت أن أنت تحقق الأمان التام للمستخدم تمام كفيش حاجة ما يفتح باب ما لقهوش الكابينة مش على الدور الكلام ده ممنوع منع بات طيب خليني برضو أسألك سؤال استخدام أو صناعة المصاعد بيكون دايما مرتركزة في المدن الجديدة والأماكن النشأة إزاي قدرت أنك تعمل شبكة تغطي بها المقل بنقدر نقول لتجمعات العمرانية الجديدة جميل جدا بص حضرتك أولا ده رزق ربنا ده قبل أي حاجة لكن المهم جدا أن الناس تكون عرفاك يعني أنا راجل في خبراتي ومن سنة 87 في المهنة وعلاقاتي الإنسانية وتعاملي مع الناس ده أهم من أي حاجة ثقتهم فيها بقى من خلال التجارب ده نمرة اثنين نمرة ثلاثة أن حضرتك الشغلي بتاعي هو اللي بيكلم عني يعني أنا لما أعمل حضرتك أساسير أنت راجل يعني شاب ومحترم وتاع ووثقت فيها حتقول لصاحبك تقول لصاحبك وهكذا لكن الأهم من كل ده بقى أن في حضرتك تندرز يعني بتنزل للسوق سواء كانت جهات حكومية أو قوات مسلحة أو كده هي دي اللي في حقيقة بقى اللي قدتني الاستقرار في المهنة من خلال تعملي مع قوات مسلحة على وجه التحديد بالذات بمناسبة ذكر حضرتك للكوات المسلحة أنا عرفت أن الدولة المصرية في الوقت الحالي بيكون لها كروض ميسرة وفي نفس الوقت بيكون بفايدة قليلة جدا ده في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان رواد الأعمال عايز أفهم من حضرتك الموضوع ده هل فعلا بيشجع على زيادة الصناعة وفي نفس الوقت هل حضرتك استفدت منه؟ الحقيقة ده موضوع جميل جدا الفكرة في حد ذاتها رائعة أن أنت تتيسر على الناس ورجال الأعمال وتساعدهم وتأكل بيئتهم شيء جميل جدا لكن أنا شخصيا الحقيقة ما استفدش منه لأنني ما حبيتش أن أنا أتقل مجال القرض اللي فيه فوائد وكده ما حبيتش أن أنا أجازف بالشكل ده بس هم تكلموا في فايدة مخفضة بشكل كبير واتذر أنا حبيت أن أنا أكون فلوسي معايا أشتغل بيها تمام إنكاش آه إنكاش يعني معيش فلوس خلاص خليني لغاية لما ربنا يفتح علي طب خليني أسألك بش مهنس أشرف أنا دلوقتي لو جيت أتعامل مع جيت إليفيتر نوع التعاقد اللي بيكون مع أنا إزاي؟ حضرتك طبعا بيتشرفني في المكتب بأعرض عليك المنتجات بتاعتنا الخبرات الحاجات اللي بتختارها وبعدين بنعمل كونتراكت مع بعض بنمدي من طرفين أنواع التعاقد بقى بتكون إزاي؟ مثلا هل بيكون الدفع إنكاش بشكل كامل؟ ولا بيكون عن طريق دفعات؟ مثلا طريقة الدفع وقاليته بيكون إزاي؟ فيه كذا حاجة نظم الصيانة ما بعد البيع؟ رائع 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 دي أفكار كلها جميلة وصحيحة ومعاك حق فيها تماما شوف حضرتك العقود طبعا لا يمكن تكون إنكاش يعني وانس كده تروح تدفع وخلق المستحيل يبقى أنت كده بتعثر على العميل ومش هيقدر ومش هياتك حتى لو أنت يعني بتعامل مع ملاك كلام ده غير قابل التطبيق لكن إحنا بنعمل الدفعات على حسب النظام وقدرات العميل لقدامي إنت قادر النهاردة تدفع كام؟ هتدفع إيه في مؤدم؟ تدفع إيه؟ خلال المدة اللي أنت الكشف لو بتاعتك متوفرة هنخلص لك الأساسي تمام طب خليني برضو أتكلم معك في حاجة يعني فيه تقنيات كتير جدا بقت موجودة دلوقتي في مجال المصاعد وبتسهل علينا العملية بشكل كبير في البداية عايز أتكلم عن حضرتك عن تقنية الويرلس أو تحكم عن بعض بالمصعد إن أنا أطلب الإسانسير وأنا أقعد في بيتي إزاي حضرتك بتقدر تستغل أوبشن زي ده وفي نفس الوقت إيه التكنولوجيا دلوقتي الـ uptrend في مجال المصاعد شوفي بالتكنولوجي بتاعت المصاعد وإحنا علينا إننا نتواكب مع العصر ودي أحد مميزات شركة جيت إننا لا نقف عند حدود محددة كل تطور تكنولوجي موجود في العالم بنتواكب معه كمان فحضرتك إحنا بدأنا بالأسانسير السرعة وعلى واحدة وبعدين السرعتين ثم الـ variable speed ثم المشين روملس وهكذا إحنا قادرين نتطور مع ذلك من ضمنها إيه الحاجات اللي حضرتك قلتها اللي هي how to control الأسانسير من أي مكان أنت فيه طبعا within range مش معقول أنت هتبقى أحد في مكان بعيد خلص لكن أنت في شاءتك مثلا زي ما أنت قلت في remote control تقدر من خلاله تستدعي الكابينة تجيلك آه تمام وتقدر كمان من خلال نظام داخل الكابينة نفسها إن أنت تتحكم مين يستخدم الأسانسير ومين لا ده بيحصل طبعا عندنا في بالذات فيه اللي هي العمارات اللي فيها سكان كتير في بعضهم ما بيدفعش وبعضهم الحاجات اللي انت عارف مشاكلها دي طبعا فبيبقى رئيس مجلس دارة العمارة أو ممور للتحاد متحكم آه هو اللي بتعاقد معايا ويقول لي أنا عايد نظام تحكم أقدر أعمل نظام فيه أنظمة بقى كتيرة جدا الحقيقة بنيدر نوفرها العميل طب خليني بقى أتكلم مع حضرتك شوية في الاميرجنسي كيسيز كتير من الناس بيبقى عندها رعب من نقطة يعني لو أحنا بنتكلم مثلا في منطقة فيه انقطاع الكهرباء بيكون بشكل مستمر بيبقى خايف جدا أنه هو في الإسانسير الكهرباء تقطع عليه اللي أنا فهمته أنك في الحالة دي فيه نظام أمان معمول متميز جدا وبنسبة 100% الموقف ده مش هنتعرض له عايز أفهمه بالتفصيل أوكي ده جميل جدا بص حضرتك هو الاميرجنسيستم ده كان زمان option النهاردة أنت حضرتك لما تيجي طبعا احنا عندنا أسانسيرات من ضمن اللي بنتعامل معها فيه أسانسيرات بنجيب الكمبونت بتاعتها وإحنا بنعمل لها تجميع وفيه أسانسيرات بتبقى complete package من برد الأسانسيرات complete package النهاردة الـ standard specs بتاعت أوروبا تقول لك أن الاميرجنسيستم ده built in يعني لابد أن يكون لازم يكون موجود برافو عليك لازم جزء من النظام معادش بقى اختياري مش اختيار اللي ما حطه أولا أنت مش من حقك أنك تقول لنا طب خليني يعرف منك بيعمل ايه يعني أنا دلوقتي اتعرضت للموقف إيه اللي حيحصل شوف أنت عندك حاجتين مهمين جدا أولا أن الراجل أو الشخص أو whatever الأعداد الناس اللي موجودة جوه الكابينة ما تتخنقش تمام وما تحسش بالpanic عشان أنا أطمنها لازم أعمل لها امرجزي لايت كده الأول هي قاعد في الضلمة تمام دي نمرة واحد نمرة اتنين إحنا بنستطيع أننا نحرك الكابينة حتى والكهرباء مقطوعة تمام يعني حتى لو كهرباء مقطوعة الكابينة هتتحرك شوف الجمال في الموضوع حتى والكهرباء المقطوعة من خلال طبعا تكنولوجي وأفكار كهربية أننا نحرك الكابينة لأقرب دور توقف على الدور الباب بيفتح والنصدور طيب خليني برضو عرف منك الميكانيكال انجينيرينج أو التصميم الهندسي الميكانيكي اللي بيخلي المكنة تتحرك أو الكابينة لأقرب دور بيكون محتمدة على طاقة إيه موما فيش كهرباء برافا ليك الصورس بتاع الطاقة إيه ده سؤال روح بقى لا تعال اشغل معنا مهندس بقى شوف ده مش ميكانيكي ده كهربي انت بتوفر طاقة بديلة تمام وخبالك طبعا انت الكهرباء 3 phase اللي موجودة من الدولة هي دي اللي انت بتشغل الموتور تمام ما عندكش 3 phase ما عندكش كهرباء خالص بالزبط بتحط البطاريات تمام البطاريات دي تبقى rechargeable rechargeable طبعا كل شوية لكن خلي بالك في حاجة مهمة جدا البطاريات دي لازم لها من سيانة ولازم كل شوية تشغل الجهاز عشان تعمل rechargeable بالزبط الحاجة التانية الباور بتاعت البطاريات insufficient enough المال ازاي تحت قوم الأسانسير انت بتقومه بسرعة بطيئة جدا من خلال التحكم فيه frequency بحيث ان انت ايه توصله للاقرب دور فقط تمام طب شوانتس اشرف انا برضو فينا يعني كتير من المشاهدين ما بيبقاش عنده الخبرات في مجال المصاعد ان هو مش مطلوب منه لما يجي يتعاقد مع الشركة ان هو يكون عارف المصطلحات دي فعايز افهم من حضرتك بشكل مبسط انا دلوقتي قدامي تكنية اسمها ال VVF او استخدام المصاعد متعددة السرعات او الهايدروليك جميل خليني اعرف النوع ده بيكون تفصيله ايه بالزبط التفاصيل بتاعته وهل فيه انواع اخرى دلوقتي جميل جدا جدا بص حضرتك طبعا انا يمكن عرضت الى هذي القصة وانا بكلم في الاول انت احنا بدأنا بالسرعة الواحدة ثم سرعتين ثم ال variable speed اللي هي VVF ال VVVF دي عبارة عن موتور سرعة واحدة في الحقيقة اللي هو بتاع زمان قوي لكن انا استطيع من خلال التحكم في الفولت وفي الفريكنسي تمام ان انا اخليه يطلع بالراح يبقى smooth كده وينتقل من الى سرعة الاخرى smooth smooth وبعدين يقف بانسيابية فما يحسش الراكب بلا حيات تقول لك الاهتزازات الغريبة دي برافا عليك عشان كده بقى وده يمكن مسألة في غاية الهمية الأسانسرات دي تستخدم مين لي في المستشفيات تمام لان الراكب بيكونش عايز اي اهتزازات برافا عليك واحدة حامل بالزبط واحدة عيان فلازم الحاجات دي لها استخدامتها هنسأشف انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك بس خليني اقول لك المشاهدين دائما متعودين ان كل ديف يكون معايا بيقدم اوفر خاص وحصري لمشاهدين برنامج حكاوي اليوم تمام عايز اعرف الوفر اللي بتقدمه شركة جيت إليفيتورز من حضرتك احنا بنأمل تخفيض 10% على اي اسانسير يجيلنا من خلال البرنامج او حد يتصل بنا دلوقتي وبافضل الاسعار واحسن الامكانيات وافضل الخامات ونحق لهم الحت اللي انت اسألت عليها في الاول خدمة ما بعد البيعن دي اهم من كل اللي احنا وده بالزبط طيب خليني انا اسألك برضو اي صرحة عظيم زي جيت إليفيتور لازم يكون له شركاء في النجاح شركاء النجاح عند حضرتك كان وين والله اول حاجة انا احب اشكر الولادي وابنائي اللي انا علمتهم وهم كتير جدا جدا في المهنة والحمد لله وفي منهم اللي في الدولة كمان وفي منهم اللي استشارئين يعني انا علمت اجيال كتير جدا والموظفين اللي عندي طبعا واسرتي طبعا قبل اي حاجة لكن انا عندي شركاء سابلايرز يعني مواردين كمان اهمهم طبعا ادفانس كنترول موانس محمد سروة صديقي وحبيبي ودفعتي وموانس علاء صعب التقنية الحديثة وطبعا مصاعد التوني رواد صناعة المصاعد في مصر موانس اشرف انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك عزيزي المشاهدين ودي كانت نهاية حلقة النهاردة من برنامج حكاوي اليوم انتظرونا في حلقات اكتر ومفاجئات اكتر مع نخبة من كافة رواد الاعمال اشتركوا في القناة